ارمي تلاتة جنيه في حود الموعين وحلي اكبر مشكلة بتقابلك قبل العيد واستعدي للعيد الفين تلاتة وعشرين بفكرة عبقرية وحيل وافكار ببرا السندوق حرفيا هتوفلك وقتك ومجهودك وكمان فلوسك يلا بينا نصلى على النبي علشان نغض مع بعض السواب والحسنات سوا ونبدأ مع بعض اول فكرة في الفيديو الله مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين لو عندك علبة فاضية زي دي كانت فيها فول بصراحة يعني فانتي اغسليها وسبيها لحد ما تنشف كويس جدا وسخاني شوك على النار وبدأ ان انتي تعملي فيها زي فتحات كده سكوب صغيرة اللي وصل لحد هنا اكتبلي في الكومنتات انتو بتتابعوني من اي بلد او من اي دولة بالزبط واهلا وسهلا بالجميع وشكرا جزيلا لكل الناس اللي انضموا جديد لقناتي الفكرة اللي احنا بنعملها دي فكرة عبقرية بجد هتوفر علينا حل المشكلة بتقابلنا كده كلنا وانا عايز اقولك ان الفيديو مليان افكار باذن الله تعجبكم بعد ما عملنا فيها الصقوب هنبدأ نجيب 3 فصوص من التوم وهبدأ كده باشرهم اقطعهم كل فصل جزئي بعد كده هنجيب ورق اللوري وهبدأ احطه كده فوق التوم بعد كده هنجيب الديتول وهنبدأ ان احنا نحط حوالي معلقة كبيرة من الديتول المركز على ربع كباية من الخل المركز بعد كده هنحط عود من القرفة وتقدر تستغني عنه بعود من الرحان او عود من النعناع الاخدر هنقفل العلبة وبكده انت عملت اقوى مصيادة اول حاجة احنا عارفين ان الفترة دي اول وقت ده الجو الحر ده وجو الصيف بيبقى فيه دبان بيبقى فيه نموز بيبقى فيه هاموش بيبقى فيه زبابة مطبخ انت ما عليك ان انت تحط العلبة دي كده في المطبخ ودي كده هتقتلك اي حاجة وهتطفشها من المطبخ لان المطبخ ما يستحسنش يعني وما يستحبش ان احنا نرش فيه فانت كده هتريحي دماغك وهتطفش اي حاجة مش كويسة في المطبخ هاتي حتة من السلكة وحتة من المعجون واستعد العيد بفكرة عبقرية هنجيب حتة سلكة بلدي كده وهنحط عليها حتة صغيرة من معجون السنان هنبدأ ان احنا نرغي كده السلكة اللي وصل لحد هنا يضغط لايك وكمان ياريت تشاركوا الفيديو علشان الكل يستفاد من الافكار دي وعلشان الفيديو يوصل لأكبر عدد وقناتي تكبر بيكم بإذن الله هبدأ كده ان انا ادعك الحود وادعك كمان الحنفية وفواصل السراميك انا عايز اقولك ان عموما معجون السنان ده كنز بحتة صغيرة وحتة السلكة دي تقدر يبقى تدعك البنيو والحود والقعدة والسراميك بحتة سلكة صغيرة خالص هينظف لك الدنيا جدا وهيخليها كده ايه نصيعة البياض او ايا كان لون اللي تولد عندك فهو هينظفه جدا عايز اقولك ان معجون السنان احلى من منتجات كتير جدا بنشتريها غالية وبتيجي في الاخر من غير اي نتيجة فانا بقى هبدأ ان انا اغسل كده ونشوف النتيجة مع بعض شكل الحود بقى غير طبيعي بيلمع جدا بقى انضيف بطريقة غير طبيعية هو والحنفية كمان بتشيل اي تكلسات وبيلمع الحود جدا الثواني اللي استلس بيبقى فيه مشكلة بتقابلنا كلنا فيها وهي التطويس اللي احنا مهما نغسلها فيها تطويسة كده لا حتي بقى ربع معلاءة من الملح على ربع معلاءة من البن ايا كان نوع البن اللي عندك على حاجة بسيطة جدا من صابون المواعين ويدعاكي ويدعيلي هنشوف مع بعض النتيجة دلوقتي هكذا بقى الحلال لستلس الصواني الحنفيات السيراميك بصي انا دايما في كل الفيديوهات هتلاقي خلاطات كده كمان ممكن تعمل القلطة دي في طبق كده بلاستيك كبير وتستخدمها في تنظيف البيت كله عايزوا بالاقص المطبخ يعني السيراميك بتاعة المبخ والحب بتاع المبخ الصواني الحلال الألمونيا الحلال الستلس اي حاجة عندك كده فقدت البريك اعمليها بالخلطة دي وتعالا اما نغسلها ونشوف النتيجة ساو السلة معان غير طبيعي بقى ما فيش اي تطويس كأننا اصلا لسه مطلعة الصينية دي او لسه شرياها بجد نظافة غير طبيعية وعايز اقولكو كده حاجة على السريع بجد يا جماعة احنا بنتعب جدا في تصوير الفيديوهات وكمان علشان نجيبلكوا افكار جديدة نستفد منها وتفيدنا كلنا كالستات بيوت فاحنا بنتعب جدا في التصوير في المونتاج علشان نوصل لكم الفكرة بطريقة حلوة وتعجبكم فياريت ما تبخلوش عليها ان انتوا تشاركوا الفيديو ده علشان الكل يستفاد وقناتي تكبر بيكم كمان دلوقتي بقى لو انتي عندي غوتيان ازايز فانتي عندي الكنز هتجيب الغوتيان وهنعمل فكرة حلوة قوي هنبدأ نحط في كل غطم من دي حاجة بسيطة كده من السكر وبعد كده هغط بس شوية اللي وقع على الرخامة وبعد كده هنجيب الكربوناتو ده المكون الاساسي فوق السكر هنحط الكربوناتو بس فكرة بسيطة جدا ولكن هتحل لنا مشكلة غير طبيعية مشكلة بتقابلنا كلنا محيرانا كلنا بصراحة بحنا جبنا الغطة حطينا في السكر وحطينا في كربوناتو هتحط فيها شرباط شرباط او اي عصير عندك مركز تكون نسبة السكر فيه عالية بعد كده هنجيب مياه ونحط في كل غطة من ده نقطة من المياه وبكده بقى انا عايز اقولك ان انتي بس هنبدأ بس كده نجيب معلقة الاول ونضغط عليهم كده علشان ندوب المكونات سوا انتي كده يا سيتي عملتي اقوى حاجة او اقوى عجينة كده وسيطة ولزيزة ومكوناتها مش كتير هتقضي بها على السراصير هتحط بقى وراء القعدة بتاعت التولد وتحت حد المواعين وفي اي مكان غطى من ده هتقضي على السراصير خالص هاتي الجنيهات 3 جنيه كده ورميهم في حد المواعين وهنحل مشكلة بتقابلنا كلنا كالستات بيوت قبل العيد صلوا عنا يا جماعة وشاركوا فيديو علشان القناة تكبر بيكم لو استفدتوا باي فكرة اما بالنسبة للناس اللي اول مرة تشوفني او تتابعني انا اسمي اسراء فتح ودي قناتي على يوتيوب صفحتي على الفيسبوك نضغ ممت السولة اسراء فتح سكتشن هنبدأ كده نجيب كتعة من وراء الفيل وهنعمل فكرة يا جماعة عايزة اقولك اتعود معاك على طول وهتبقى بصي احلى فكرة عندك بصي باية سيتي هنبدأ كده نحطها في الفتحة ديت ونحط فيها تلاتة جنيه تلاتة جنيه جنيه معاك كده بالطريقة دي تلاتة جنيه كده جوا ورقة الفيل هنمسك باية ورقة الفيل وحوالين تلاتة جنيه هما مفروضين هنضغط كده ونقفل عليهم بورقة الفيل ونضغط كده بايدنا الاتنين علشانه بقى عملنا اين زي دايرة كده سميكة او اللي هي يعني ما بتبص بسرعة وتبقى حاجة حلوة كده هتحطيها في المكان الفتحات وهتملي ايه الحوت انا عايز اقولك ان انت هتعملي حاجة حلوة جدا هنبدأ نملك الحوت بالمية وهنشوف النتيجة مع بعض دلوقت بص بقى احنا عارفيني ان السددة بتاعة الحوت او قد بتصرب كمان وفي ناس اصلا ما عنداش السددة دي فالفكرة دي اتأحلم اليوم مرة من الصفاية او السددة العادية انا عايز اقولك ان ما فيش نقطة مية هتتصرب من الحوت هتقدري بقى تخسلي الفواكه تنقع الموعين تخسلي الخضروات اي حاجة عندك شايف انا معاك يا هو في الفيديو مش مصرعة ولا اي حاجة يعني ما فيش بص نقطة مية هتتصفى من الحوت الا اذا انت شلتي السددة دي كده بقى انا شلت الخضار وهنشوف برضو مع بعض بصوا المية زي ما هي نفس منسوب المية ولا تقولي لي بقى ايه هرح اشتري سددة ولا الصفاية بتصرب انت هتحل المشكلة دي بفكرة حلوة مجرد ما تشلها المية تتكب مجرد ما تحطيها المية مفيش اي تاستريب خالص من الحوت احنا عارفين بقى ان الخضار والفواكه الفترة دي بلا اخاصة لازم تتنقع كتير فدي احلى فكرة تقدري تنقعين في الحوت وطبعا لازم الحوت يكون نديف جدا وغسلك كويس مرة واثنين وثلاثة وتكوني منضفها كده بالكربوناتو كمان مع القما وانت بتنقع الخضار او الفواكه دي معلومة على الماشي يعني احنا عارفين ان معظم الخضار والفواكه دلوقتي مرشوشة فما تنسيش تحطي في مية النقع خل وكمان كربوناتو ودعيلي بقى طبعا بعد ما بتنقعين بترجع تشتفيهم مرة واثنين وثلاثة وبكده انتي تكوني عملتي اقوى استدادة للحوت احلى كمان من اليوم مرة من استدادة الاصلية جاربيها واعتمديها واشوفكم على خير باذن الله في الفيديو القادم والسلام عليكم